سجلت طلبات المستوطنين لاستصدار تصاريح حيازة أسلحة في الضفة الغربية ارتفاعاً قياسياً بدعم حكومة الاحتلال كما يلتحق مستوطنون بدورات تدريبية على كيفية استخدام السلاح بمشاركة قادة في كبار الحكومة هذا المؤشر رصدته صحف عبرية في ظل اضراب الوضع الأمني للضفة الغربية ولجوء الحكومة للمستوطني كعنصر مساند في الاعتداء على الفلسطينيين بشكل غير مسبوق تسلح حكومة الاحتلال مستوطنيها بشراسة وتدربهم على السلاح وسط اقبال المتصاعد في مستوطنات الضفة الغربية على استصدار تصاريح أسلحة تستخدموا للاعتداء على الفلسطينيين وترضهم من أرضهم وعلى مدار العامين الماضيين نظمت في مستوطنات الضفة دورات لتدريب النساء على استعمال السلاح شاركت في إحداها زوجة عضو الكنيسة المتطرف إيتامار بنكفير يمكن قراءة ما يحدث وفق هذا المنظر بأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد قادرة وبالتالي باتت تستعين بميليشيات المستوطنين على الأرض هناك تبادل للأدوار يقوم به جيش الاحتلال بالتعاون مع المستوطنين بخصوص تنفيذ الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال تتنصل من هذه الاعتداءات بالادعاء بأن المستوطنون هم من يقومون به ولكن على أرض الواقع هناك تبادل للأدوار بين هذه الجهات إلى جانب الدورات الشهرية المجانية بتمويل جمعيات استيطانية أطلقت حكومة الاحتلال مشروع ماجين الذي يستهدف تجنيد المستوطنين في القدس المحتلة وتدريبهم على حمل السلاح كما يحصل المتطوعون في هذا المشروع على موافقة سريعة لامتلاك الأسلحة لتعزيز القبضة الأمنية وإلباس سلوك المستوطنين الإرهابي لباساً قانونياً من خلال طرح تشكيلات تطوعية تحظى بتأهيل شرطة الاحتلال وعلى النقيض كي يتنصل الاحتلال من مسؤوليته الدولية المستوطنات وتحت إشراف مجلس المستوطنات الأعلى عندهم ميليشيات حوالي 14 ميليشية مسلحة بواقع 60 ألف مستوطن مسلح وهؤلاء جزء منهم منتظم بالجيش الاحتلال الإسرائيلي يتم تدريبهم عبر ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضاً هذا يشير إلى أن الوضع القادم سيكون أسوأ بمعنى أن هذه الميليشيات سترتكب جرائم جرائم حرب وهي مغطاة من قبل الجيش الاحتلال بمعنى أن المستوطن يكون بجرائم وأمام المجتمع الدولي حكومة إسرائيل هي مجرد وسيطة ومجرد طرف هو يحاول أن يمنع هذه الجرائم فبالتالي هي تملص أمام القانون الدولي من العقاب على جرائم حرب ترتكب بشكل رسمي تمكين الحكومة لمستوطنيها دفعهم أيضاً لتشكيل ميليشيا مسلحة أسموها الحرس المدني للقيام بعمليات عربدة ليلية لمساعدة جيش الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين الذين باتوا اليوم يقارعون وحدة عسكرية احتلالية منظمة حديثاً ألا وهي المستوطنين المسلحين من رمالة المحتلة أسيل سليمان رؤيا